مباراة مؤجلة وبالتالي نادي الأهلي بيقترب من نادي زمالك في جدول الدوري لسه نادي الأهلي على فكرة وإحنا بنتكلم على بعد مباراة الأمس عنده عدة مباراة مؤجلة الأهلي عنده سموحة هيكون يوم الأربع القادم ثم هيلاعب أمبي يوم السبت 24 إبريل ثم مباراة المصر برضو دي مؤجلة من الأسبوع الخامس هتكون يوم 27 ومباراة الجونة يوم 30 إبريل دي مباراة مؤجلة من الأسبوع الستاشر وفي مباراة أخرى أمام أسوان وده برضو مؤجلة من الأسبوع السبعتاشر يعني احنا بنتكلم فيه أربع مواجهات أو خمس مواجهات للنادي الأهلي مؤجلة طبعا في ظل طبعا الجدول اللي احنا شفناه وفوز نادي الأهلي لو كسب المباراة دي طبعا بيحتل الصدارة لعني بلا منازع في حالة فوزه باللقاءات دي كلها فكبت محمود خطيب هنأ اللعبين بعد الفوز الكبير وأكيد طبعا أداء كان مميز من العبي النادي الأهلي بخصوص طبعا وبالأخص في الشوت الأول الأهلي بيغلق ملف التعاقد مع حارس مرمى آخر يعني طبعا كان فيه في الفترة اللي فاتت كان فيه بعض الكلام على فيه التعاقد مع حارس مرمى يكون بجانب الشناوي وبجانب اللعبين أو الحراس الموجودين لكن النادي الأهلي أو مستر مسماني قفل هذه الجزئية وقفل ملف التعاقد مع حارس مرمى حسين الشحات كل الموجودين داخل نادي الأهلي عندهم علامات تعجب فيه أداءه الفني وبالتالي مسماني وأكتر المدري أو أكتر الناس اللي ممكن داخل نادي الأهلي عنده حالة تعجب من أداء حسين الشحات ومستوى الفني خلينا نروح وإحنا بنتكلم على الأهلي والزمالك نروح لكابتان عصام مرأة نجم من نادي الزمالك السابق